موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت سيكس لسن سيكس اليونت السادس الدرس السادس عنوان الدرس where did you go أين ذهبت موجود في صفحة 84 من كتاب الطالب صفحة 82 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسم الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الدروس دروس دورة الرابعة الابتدائي عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية التي تقدرون تلقوا من خلال هذا المعرف بصفحة 84 من كتاب الطالب مكتوب أعلى صفحة where did you go أين ذهبت منطيني هاي الصورة ومكتوب أعلاها listen and say the rhyme استمع وردد القصيدة الغنائية أو قل للقصيدة الغنائية إذن عندي عبارة عن قصيدة غنائية منطينيها بصفحة الأولى من كتاب الطالب يطلب من عندي أن نستمع لها استمع للمقطع الصوتي وهو يردد هذه القصيدة الغنائية وأحاول أردد وياه إذن هذا الطور أدي مهارة القراءة إذا ما نجحت بالمحاولة الأولى أقدر أعيد المقطع الصوتي مرة ثانية وأحاول ألحق بي وأردد بعده بشكل صحيح إذن نستمع للمقطع الصوتي نحاول نردد وياه وبعدها ننتقل إلى النشاط الآخر لأن هذا مجرد نشاط للاستماع والقراءة بعد ما استمعنا المقطع الصوتي ورددنا وياه نحاول الآن نقرأ النص أكثر من مرة على مد نقدر نطور من مهارة القراءة أدنى من خلال هذا النشاط الآخر بعد ما قرأنا النص ننتقل إلى النشاط الآخر هذا عبارة عن مقطع صغير بمجموعة من الفراغات أملي هذه الفراغات بالأفعال اللي موجودة أو منطينيها هنا بأسفل الصفحة هذن الأفعال نلاحظ أنها جميعها بالماضي ليش؟ لأن هي القصة بالماضي نلاحظ أن بدأ الكلام يستردي البارحة فأي شي حدث البارحة هو بالماضي فأي فعل استخدمه يجب أن يكون فعل بالماضي فنلاحظ أن الأفعال كلهم اللي مطينيها هنا بأسفل التمرين بالماضي أحاول أوزعهم بالفراغات بشكل صحيح كل فعل مع الجملة اللي تناسبه فرح نقرأ النص نوضح مفرداته ونمنى الفراغات وبعدها نعرف شن المطلوب حفظه من هذا النص يستردي البارحة I went to the playground with my friends نانهو حالياها أنا ذهبتو وينت ذهب الماضي ما هو القو قو يذهب وينت ذهب I went to the playground ذهبتو إلى ساحة اللعب with my friends مع أصدقائي طارق and كريم أصدقاء منو طارق وكريم it was fun إنه فراغ ممتع شن الكلمة المناسبة للفراغ أو الفعل بما أن الجملة ما بها فعل فأخلي was أقول it was fun لقد كان الأمر ممتعا خليت الفعل was بها جملة بالجملة الثانية إذن أروح أكتب على was بأسفل الصفحة أكتب عليها رقم 2 نكمل we فراغ فوتبول نحن فراغ كرة القدم شن الكلمة المناسبة أكيد الكلمة المناسبة أو الفعل الماضي المناسب للجملة هو الفعل لعبه we played football أروح أدور على played هذا هو الفعل played أكتبه أقول we played football لعبنا كرة القدم هاي الفعل played يا جملة خليته أو يا فراغ على الفراغ الثالث فأكتب عليها رقم 3 we played football and did running races وعملنا سباقات الركض then بعدها we فراغ along the bars نحن فراغ على طول الأشرطة شن الكلمة المناسبة للفراغ إذا تذكرون ببداية الكتاب بليونت الأول بالدرس الأول الفعل المناسب لللعبة bars الأشرطة هو الفعل walk يسير فالماضي مالتها walked سارة سرنا على طول الأشرطة أخلي رقم الفراغ اللي هو رقم 4 على الفعل walked هذا هو الفعل walked أخلي رقم 4 we walked along the bars سرنا على طول الأشرطة very carefully بحذر جدا كنا حذرين جدا I فراغ up ثلاثة أنا فراغ أعلى الدرج شن الكلمة أو الفعل الماضي المناسب لهذه الجملة نعرف أن الفعل المناسب للدرج هو يتسلق فأقول we climbed the ladder تسلقنا الدرج الفراغ الخامس أكتب برقم 5 على كلمة climbed and فراغ down the slide و فراغ تحت الزحليقة شن الكلمة المناسبة أو الفعل المناسب للفراغ كذلك نعرف أن الفعل المناسب للزلاقة أو الزحليقة هو الفعل go نريده بالماضي الماضي ماتتا went فأقول went down the slide ذهبنا أو تزلقنا على الزلاقة كذلك أخلي رقم الفراغ اللي هو رقم 6 على كلمة went هذه كلمة went أخليها رقم 6 I فراغ through the tunnel أنا فراغ من خلال النفق شن الكلمة المناسبة للفراغ نحن نعرف أن tunnel لعبة tunnel النفق شي يساوون يسحفون من خلالها شن الكلمة المناسبة crawl crawl معناها يسحف فأخليها بالماضي crawled crawled through the tunnel زحفته من خلال النفق أخلي رقم 7 على كلمة crawled بالكلمات المنطنيان بأسفل التمرين كذلك أكمل we فراغ picnic with sandwiches and lemonade نحن فراغ بنزهة بالشطائر وعصير الليمون شن الكلمة المناسبة كلمة هاد حظينة حظينة برحلة بالشطائر وعصير الليمون كذلك أخلي رقم الفراغ اللي هو رقم 8 أمام كلمة هاد then بعدها we فراغ هوم نحن فراغ إلى البيت شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة went ذهبنا الماضي ما القو we went هوم ذهبنا إلى البيت وأخلي رقم الفراغ اللي هو رقم 9 على كلمة went هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يريد دربني أكثر على استخدامات الأفعال الماضية ذكرنا بدروس سابقة أنه ذن الأفعال جدا مهمة أني أحفظ معانيهن وإملاءهن ولاحظنا أنه خلال ثلاثة دروس السابقة كلهن اعتمدنا اعتماد كلي على الأفعال الماضية اللي أخذناهن ببداية اليونت لذلك قدر المستطاع أحاول أحفظ أكبر قدر ممكن من هذه الأفعال معانيها وإملاءها لأن تقريب أن اليونت كله معتمد على هذه الأفعال وصيغتهم الماضية والأنشطة شون أقدر أتوظفهم إذا ما أعرف معناهن ما أقدر أتوظفهم بخلال هذا النص لذلك لازم أحفظ معناهن أحفظ أملاهن عن الموضة تفيدني بالامتحان وبالمراحل القادمة وبالنشاطات القادمة بخلال هذا اليونت ننتقل إلى كتاب النشاط play a game فلنلعب لعبة say the past verbs قل الفعل الماضي لهذه الأفعال طبعا هنا أنا يقول لك تحتاج شغلتيا بهذه اللعبة التي تلعبها بداخل الصف هذا عبارة عن نشاط يتم لعبة على شكل لعبة بداخل الصف الذي نحتاجه a number circle شنو هاي number circle مثل الزار أو النرد أو قد الأستاذ يجيبها مثل ما هي هي هاي الدائرة مع الأرقام يعلقها على الصبورة ويفرها يختار تلاميذ اثنين كل تلميذ يمثل مجموعة من الصف ويفر الدائرة التلميذ يخليه أصبعه الرقم اللي يطلع عليه يحرك counters المؤشرات اللي يستخدموهن باللعب مثل اللي نستخدمهن بلعبة حية ودرج فكل تلميذ يختار لون من ذن العلوان وبعدها تبدأ اللعبة اللعبة هي كل تالي يبدأ التلميذ يخلي المؤشر مالتا على كلمة start البدء والأستاذ يبدي يفر هذه الدائرة اللي بالأرقام والتلميذ يخليه صبعا مثلا نفترض انه طلع رقم ثلاثة فالتلميذ يتحرك على رقم ثلاثة يلقى كلمة talk هنا شو يطلب من عنده الأستاذ يطلب من عنده انه يقول الماضي مال talk what is the past verb of talk شنو الماضي مال talk الماضي مالتا talked تحدث talk يتحدث talked تحدث اذا كان جوابه صحيح يستمر باللعب همين مرة ثانية الأستاذ يفر الدائرة مع الأرقام او يشمر النرد او الزار الخاص بالأرقام والرقم اللي يطلع له يمشي عليه ويقول الكلمة اذا قالها بشكل صحيح يستمر واذا قالها بشكل خاطئ يتوقف ويبدأ دور التلميذ الآخر اللي يمثل المجموعة الأخرى هذا ما يخص هذه اللعبة مجرد المطلوب من التلميذ ان يعرف الأفعال الماضية لكل هذه الأفعال ذن الأفعال بصيغة الحاضر يجب ان يعرف الأفعال بصيغة الماضي الشخص الفائز هو الشخص اللي يوصل لكلمة finish النهاية اولا من خلال هذه اللعبة فهذه مجرد عبارة عن نشاط صفي يتم لعب داخل الصف أنا لمجرد رح أقول الأفعال وصيغتهم الماضية كمراجعة للأفعال اللي أخذناها نبدو السابقة say معناها يقول الماضي مات said قال talk تحدث talked تحدث فقط أضيف الهيدي clean ينظف cleaned نظف فقط أضيف الهيدي play يلعب played لعب بالماضي فقط أضيف الهيدي come يأتي came أتى هذه الأو تصبح أي نانا miss أترن معناها أنه إذا تلميذ وقف على هذا معناها رح يروح دوره حتى وإن كان جوابه صحيح وينتقل الدور إلى التلميذ الآخر wash يغسل washed غسلة فقط نضيف الهيدي brush يفرش brush فرشة فقط نضيف الهيدي make يصنع made صنع الكي تتحول إلى د paint يرسم painted رسم فقط أضيف الهيدي like يحب liked أحب فقط أضيف الهيدي لأن رئي موجودة look ينظر looked نظر فقط أضيف الهيدي listen to يستمع إلى أضيف الهيدي listened to استمع إلى smile يبتسم smiled ابتسم فقط أضيف الهيدي get يحصل got حصل الـ eat تتحول إلى o start يبدأ started بدأ فقط أضيف الهيدي eat يأكل ate أكل need need needed needed احتاج learn تعطي gave أعطى وfinish هي النهاية هذا ما يخص هذا النشاط إذن عبارة عن لعبة يتم لعبها بداخل الصف المطلوب من التلميذ أن يقروا في الصيغة الماضية لجميع هذه الأفعال اللي أخذناها بدروسة عبقا ننتقل للنشاط الآخر write the correct verbs in Nadia's email اكتب الشكل الصحيح للفعل في الإيميل الخاص بنادية هنا منطيني مجموعة من الأفعال ومنطيني الإيميل اللي كاتبتها نادية لزميلتها لينا لكن هذا الإيميل به فراغات يطلب من عندنا نكمل هذه الفراغات به الأفعال كذلك الأفعال الماضية اللي منطينيهاها على التمرين إذن كذلك هذا التمرين يحاول يدربني أكثر على استخدام الأفعال وصيغتهم الماضية من خلال فراغات منطينيهاها على شكل الإيميل فهنان الإيميل دازتها نادية إلى لينا الموضوع my weekend موضوع أطلة نهاية الأسبوع فتقولها hi لينا مرحبا يا لينا I had a great weekend حظيت بأطلة نهاية الأسبوع رائعة أو عظيمة I forag to the seaside with my family أنا فراغ إلى الشاطئ مع عائلتي شنو الكلمة المناسبة للفراغ أكيد الفعل Went ذهب to I went to the seaside with my family We traveled by bus سافرنا بالحافلة We forag with my aunt and uncle نحن فراغ مع عمتي وعمي and our cousins وأولاد عمي شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أدور بالفراغات arrived وصلنا غير مناسبة eight أكلنا من الممكن أشوف غير كلمة bought اشترينا غير مناسبة had حظينا غير مناسبة played لعبنا غير مناسبة stayed بقينا هذا أكثر فعل مناسب فأقول we stayed with my aunts and uncle and our cousins بقينا مع عمتنا وعمنا وأولاد عمنا the beach was lovely الشاطئ كان رائعا and the sand فراغ soft والرمال فراغ ناعمة شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ بما أن the beach was lovely الشاطئ كان رائعا the sand الرمال كذلك was كانت soft ناعمة we forag and the sea نحن فراغ في البحر شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد الفعل سوام سبحنا في البحر I forag lots of presents أنا فراغ الكثير من الهدايا شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد الفعل bought اشترى اشتريت الكثير من الهدايا we forag meal نكافة نحن فراغ وجبة خفيفة في المقهى شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد كلمة had حظينا حظينا بوجبة خفيفة في المقهى I forag soup and fish أنا فراغ الحساء والسمك شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد الفعل 8 أنا أكلت السمك والحساء it was yummy كان لذيذا the next day اليوم التالي we forag games on the beach نحن فراغ الألعاب على الشاطئ شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد played لعبنا الألعاب على الشاطئ we did running قمنا بالركض skipping races سباقات العبور we forag home at 6 o'clock نحن فراغ البيت الساعة السادسة شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد الفعل arrived وصلنا البيت الساعة السادسة I am very tired أنا جدا متعبة I am going to bed now وصلتها بلا السرير الآن هذا ما يخص الإيميل الخاص بناديا كذلك بفراغات مليئنا الفراغات بالأفعال المناسبة إلها والأفعال جميعها بالماضي كذلك يريد يدربنا أكثر على استخدام الأفعال وصيغتهم الماضية من خلال هذا الإيميل ننتقل للنشاط الآخر read Nadia's email again اقرأ الإيميل مرة أخرى اللي قرأناها قبل دقيقة and write the correct sentences واكتب الجمل بشكل صحيح خلنا نجي نشوف مثلا number one Nadia traveled by car Nadia سافرت بواسطة السيارة هذه الجملة خاطئة يقولك اكتب ليها بشكل صحيح احنا عرفنا قرأنا بالإيميل أنه Nadia سافرت بواسطة الحافلة وليس بواسطة السيارة فأقول Nadia traveled by bus Nadia سافرت بواسطة الحافلة وليس by car إذن صححت الجملة من خلال الإيميل اللي قرأناها قبل دقيقة كذلك مع بقية الجمل مثلا number two They stayed with their grandma and grandpa هم بقوا مع جدتهم وجدهم هل الجملة صحيحة؟ أكيد خاطئة هم بقوا مع العم والعمة وأولاد العم وليس الجد والجدة فأقول They stayed with their uncle, aunt and cousins They stayed with their aunts, uncle and cousins بقوا مع عمتهم وعمهم وأولاد عمهم number three ثالثا Nadia had chicken and rice in the cafe نادية حظيت نادية حظيت بالدجاج والرز في المقهى هل الجملة صحيحة؟ أكيد الجملة خاطئة ذكرنا أنه هي بالمقهى حظيت بالfish السمك وسب الحساء لذلك أقول She had a fish and a soup in the cafe حظيت بسمك وحساء في المقهى number four رابعا Nadia swam in the swimming pool نادية سبحت في حوض السباحة هل الجملة صحيحة؟ كذلك الجملة خاطئة ذكرنا بالإيميل أنهم ذهبوا إلى الشاطئ وسبحوا في البحر فما أقول swimming pool وأنما C نادية سوام من ذا C نادية سبحت في البحر هذا ما يخص هذا التمرين من خلال الإيميل اللي قرأناه بالنشاط السابق قدرنا نصحح الجمل مثل ما طلب من عندي هذا النشاط مهم داخل الصف كتحضير يومي لذلك من الممكن للاستاذ يسأل بداخل الصف عن هذه الجمل إذا كانت صحيحة أو خاطئة وشون يتم تصحيحها بداخل الصف أو من الممكن يعملها على شكل امتحان يومي قصير يقرأ الإيميل يوضح مفرداتها وبعدها يطلب من التناميذ أن يغلقون الكتب ويصححون الجمل عن الإيميل اللي وضحها بداخل الصف هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بقصيدة غنائية مجرد نستمر القصيدة الغنائية ونحاول نردد مع القصيدة الغنائية ونتدرب أكثر على قراءة هذا النص بالإضافة إلى ذلك راجعنا الأفعال واستخداماتهم من خلال الإيميل اللي قرأناها قبل دقيقة وصححنا الجمل المتعلقة بهذا الإيميل ختاما شكرا لمتابعتك من الفيديو أي سؤال أو سفسار أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة منكم على الشاشة